فيما بقي أو في الأيام القادمات إن شاء الله أن نتكلم أو نقرأ حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمل الإنسان المسلم حينما يستفتح صباحه بسماع أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه بعد مرور ألف وأربعمائة سنة يسمع حديثه عليه الصلاة والسلام غضاً طرياً كما قاله صلوات الله وسلامه عليه فقد رأيت أن أقرأ لكم من كتاب اسمه كتاب فضاء الأعمال هذا الكتاب قرأته في عام الفين وخمسين في أحد مساجد دمشق قرأت هذا الكتاب هذا الكتاب للإمام الحافظ الضياء المقدسي جمع فيه قرابة سبعمائة وسبعين حديثاً سبعمائة وسبع وسبعين حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل الأعمال يعني ثواب ثواب الأعمال الصالحات ويسلط الضوء على الأعمال التي يعني فيها لها علاقة بالعبادات الشعائرية في الطهارة باب الطهارة باب الصلاة باب الصيام وبعض الأعمال في العبادات التعاملية يبدأ طبعاً الحافظ الضياء المقدسي طبعاً ولد عام خمسمائة وتسعة وستين للهجرة وتوفي عام ستمائة وثلاثة وثلاثة واربعين للهجرة يعني هو من علماء القرن السادس الهجري خمسمائة وستين وقد زرت قبره قبره موجود في منطقة الصالحية في أحد المقابر القريبة من جامع الحنابيلي وهذا العالم طبعاً وأصلهم طبعاً ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ولد في الصالحية وين الصالحية؟ نواحي الشيخ محيد الدين وهؤلاء المقادسة على فكرة سفح قاسيون كان فارغاً في أيام الغزو الصليبي إلى فلسطين ودخولهم بيت المقدس تآمر زعيم الصليبيين في ذلك الوقت على هؤلاء كان أحد الشيوخ يلي اسمه عبد الله بن أبي قدامة المقدسي من كبار علماء فلسطين وبيت المقدس قرر أن يقتله في الليلة في إحدى الليالي فجمع أهله وأصحابه وإخوانه وأصوله وفروعه وأتى من بيت المقدسي إلى بلاد الشام يعني فاراً بنفسه وبدينه أبو قدامة عبد الله المقدسي فهذا من أحد أولاده الضياء المقدسي من أحد أولاده أتوا إلى دمشق هؤلاء المقادسة فسكنوا قريباً من المسجد الجامع لهو المسجد الأموي هذا في الكلام أتكلم به في القرن الخامس أو بداية القرن الخامس النجري أيام الغزب الصليبي قال ولكنهم اعتادوا كانوا في فلسطين على الهواء الطلق ومزارع فلسطين وبساتين فلسطين فأصابتهم الأمراض حينما أتوا إلى دمشق دمشق يعني كانت مكتزة في ذلك الوقت نواحي الجامع الأموي فمات خلق كثير منهم ثم بحثوا عن مكان يعني نشط يسكنون فيه فسكنوا في سفح قاسيون وأول ما أنشأوا أنشأوا دير الحنابلة جامع الحنابلة اللي هو الآن يعني في يعني قريب من الشيخ محي الدين جمعوا بيوتهم حول هذا المسجد وأسسوا مسجدا وثم توسعوا وانتشروا وأسسوا في هذا المكان اللي هو سفح قاسيون في مئة وستعشر مدرسة شرعية كان ومن المساجد ما شاء الله كان فسكنوا في هذا المكان ونشروا العلم ومن صلاحهم سموا بالصالحين وسمي هذا المكان بجبل الصالحين اللي هن المقادس الذين أتوا من بيت المقدس أحد أبنائه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ضياء الدين شو هذا كنية ولا لقب يعني عليك وأبو عبد الله هي الكنية ضياء الدين لقبه وأبو عبد الله كنيته واسمه محمد بن عبد الواحد المقدسي جمع مثل ما أتركم في هذا الكتاب سبعمائة وسبع وسبعين حديث في فضاء الأعمال بدأها بكتاب الطهارة والصلاة والذكر كتاب الطهارة والصلاة والذكر أولها في فضل الوضوء طبعا كل باب يجيب تحت منه عدة أحاديث نسمعها ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول هذه الأحاديث عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواء الإمام مسلم من توضأ فأحسن الوضوء الوضوء عباده ومن العبادات الشعائرية ومن أهم العبادات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور يعني صحة الصلاة متوقف على صحة الطهور ودخولك الجنة متوقف على صحة الصلاة مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور والطهور شطر الإيمان شطر الإيمان نصف الدين أو أنه نصف الصلاة لأن الإيمان يطلق على الصلاة من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره صور حالك أنت لما تفوت على الحمام ده توضأه أو تنزل على الموضأ إذا أحسنت الوضوء إذا أحسنت في وضوء وفي إحسان الوضوء في ناس يفوتوا على الوضوء أصبح عندهم عادة يفتح الماء يسفق حاله بها ما يعرف بقى وصل إلى محل الركن لما ما وصل أسبغ وضوه أم لم يسبغه ننتبه الوضوء يتوقف عليه صحة الصلاة ويا مناس يا مناس وضوءهم غير صحيح وبالتالي صلاتهم غير صحيحة ينبغي عليك أن تتعلم الوضوء كان أول ما يجي الصحابي أسلم يعلمه النبي عليه الصلاة صحة الوضوء ويعلمه الصلاة أول شيء بأسلم يعلمه الوضوء يعلمه الصلاة الوضوء عبادة عظيمة شو يعني عبادة عظيمة تصور حالك أنت عبادة تخرج إذا فعلتها تخرج من خطاياك كيوم أولدتك أمه فتخرج خطاياه من تحت أظفاره حتى تخرج من تحت أظفاره رواه الإمام مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه يا سلام كل خطيئة نظر إليها بعينيه تخرج مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء يعني هل لك أنك قاعد عم تستغفر الله في الوضوء استغفار ليس بالاستغفار استغفروا الله العظيم استغفروا العظيم ما هو الهدف الهدف أن تروح ذنوبك الله يغفرها هذا الوضوء فيه مغفرة وفيه كفرة فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب عملية الوضوء كيف تستهلك مع الإنسان إذا كان وضوء راكز يخرج من خطاياه أبدا نقيا من الذنوب برواه الإمام ومسلم يقول يا أخوانا يريد الواحد ينتبه أول شيء للأحكام يكون مديها إسباغ الوضوء إحسان الوضوء شوفوا الأحاديث إسباغ الوضوء أحسن الوضوء معنى الوضوء في له طريقة معينة النبي عليه الصلاة والسلام كان كما ورد عنه أنه إذا أراد الوضوء غسل يديه ثلاثا وذكر الله بسم الله وفي الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه تقول بسم الله غسلت كفيك ثلاثا يتمضمض صلى الله عليه وسلم ثلاثا يستنشق ثلاثا وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن المسلم صائما وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما بالغ في المضمضة والاستنشاق استنشاق واستنسار والمضمضة ما لم تكن صائما لأن فيها سلامة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي الذي يبدأ من الفم من كثير من الجراسيم والبكتيريا إذن تمضمض صلى الله عليه وسلم ثلاثا استنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا وفي ناس يمسك المي هيك بيغسلوا غسلوا الوجهي بدي يكون مستغرق لكل محل الغسل من منبة الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن إذا عملت هيك ما حدث أحيانا بتم صانتي صانتيين هم بدون مي الله يسامحنا يا رجل حاجب ألسا أنت تشدد علينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات وين كانوا في الجهات في سبيل الله فدخل القوم بعد ما نزلوا في مكان دخلوا بدون يتوضوا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان وضوئهم اللي عم يتوضوا فيه فقال بأعلى صوته هذه في رواية مسلم ويل للأعقاب من النار شو العقيب؟ مؤخرة القدم الكعبين الموجودين هون اللي نحن مفروض نوصل المي إلى ما فوقهم قال ويل للأعقاب يعني لمؤخرة القدم من النار لمين عبي خاطئ ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم صرخ فيهن عبي خاطئ من الصحابة اللي هن فيهم من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي واللي كانوا عبي يجاهدوا في سبيل الله عبي يقولون ويل لأعقابكم من النار ليش؟ قال لأن بعض هؤلاء الذين عب يتوضوا ما عبي يوصل الماء إلى مؤخرة القدم تبعهم يلطي مثل وضوء أماني هذا تحافظ عليه بشكل صحيح هناك ناس بوضوا ويطلع ولا كأنه ساوى شيء هذا يكون حاضر النية أول شيء النية مع التسمية وبعد غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين مع المرفقين ثم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم طريقة يتمسح الرأس تبع النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يأخذ الماء يمسح رأسه من مقدمته إلى آخره ثم يعود بيديه ويمسح معه ماء ذنيه ثم يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبين يعني مع الكعبين الله قال إلى الكعبين يعني مع الكعبين طيب ومن فضل الوضوء الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا الخطايا جمع خطيئة وهو الذنب الكبير ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ شو يعني إسباغ يعني الإسباغ هو الإتمام الله عز وجل قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن شو يعني أتم عليكم نعمه إتماما فإسباغ الوضوء على المكاره يعني إتمام الوضوء ما بدأ مبالغة ولا زيادة هلأ نحن بالنسبة لغسل الوجه والكفين والقدمين ومسح الرأس ورد أنه صلى الله عليه وسلم علىها ثلاثا وورد أنه مسح وغسل اثنين اثنين وورد أنه فعلها مرة واحدة يعني أنت بالخيار لكن أدنى المطلوب هو أن تأتي بالمرة الأولى قال إسباغ الوضوء على المكاره ما يعني عن المكاره يتماموا الوضوء على المكاره أحيانا يكون واحد عنده الحمى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يشفي كل مريض لما أدقني البردية خلال الفترة الماضية وبدأك تتوضى يعني تشعر المأوة بمس جلدك يا لطيف يسباغ الوضوء على المكاره إذا كان في برد شديد برد شديد والمي برده وبدأك تتوضى فهون بدك تكون توصل الماء إلى كامل المطلوب منك أن تغسله إسباغ الوضوء على المكاره أحيانا يكون إنسان مريض عنده ألم شديد بدأ يفزي توضى ثم يعود للصلاة كمان هذا أحيانا ربما يعني يستعجل في الوضوء لا إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد إذن ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد يعني صلاة الجماعة والجمعة ومجالس الذكر ومجالس العلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة صليت وانتظرت بدك تنتظر صلاة ثانية قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط شبه النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه رباط في سبيل الله الآن آخر حديث فضل الشهادة بعد الوضوء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء شوفوا كمان هذا عند الإمام البخاري وسلم هذا الحديث من توضأ فأحسن الوضوء ردع بأكد النبي عليه الصلاة والسلام على الإحسان حتى إذا فتت بدك تتوضأ بدك تنتبه خلي مخك موجود في الوضوء مو هيك شبل وتمشي قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين شو الثمر فقط وضيت أشهد أن لا إله ما ضروري ترفع إصبعتها أنا متعودين نرفع إصبعتنا لكن ما هو أي واردة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لماذا الدعوة هذه؟ لأن الثانتين ذكروا في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واثنين ذكروا هذه الصفتين ذكروا بعد الإغتسال في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذا قلت هذا الدعاء قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية من أبواب منفتحوا قدامك يدخلوا من أيها شاء ما هو معنى أنت وين كنت أنت في الوضوء؟ عبادة عظيمة انفتحت لك أبواب الجنة الثمانية إحسان الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا ما ورد في الأحاديث وروي في حديث آخر طبعاً لن أحكي من خارج الكتاب بأن سيدنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه الوضوء هو ماء الوضوء والوضوء هو عملية الوضوء أتيت النبي بوضوئه يعني بالماء اللي بديت توضى فيه فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم قال شوفوا هذا دعوة ثانية اللي بيحفظها يعني إن شاء الله فيها خير كبير قال عليه الصلاة والسلام بعد ما توضى اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي تلت دعوات قال ثم صلى عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله سمعتك تقول بعد الوضوء كذا وكذا وكذا ثلاث دعوات فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال وهل تركنا من شيء هالدعوات الثلاثة تركوا شيء من الخير اللهم اغفر لي ذنبي والمغفرة حكيناها أبل الفترة بالدروس الماضيات حينما تقول أستغفر الله أنت تطلب من الله أن يقيك عقوبة الزنبي في الدنيا وأن يستره عليك يوم القيامة هذول اثنين فلما تقول اللهم اغفر لي ذنبي يعني يا ربي دخيلك هذا الذنب لا تعقبني عليه في الدنيا ولا تفضحني فيه يوم القيامة ساويت اذنوب كثير يا أبو فادي فإذا لا سمح الله فتح الديوان أمام الناس بهدله وشرشحه ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى كما سترنا في الدنيا أن يسترنا يوم القيامة اللهم اغفر لي ذنبي يعني أستره أجرني من عقوبتي في الدنيا واستره علي يوم القيامة وثم قال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري في ناس بظن أن الدار هي فقط التي أسكنها لا الدار يعني دارك في الدنيا ودارك في البرزخ ودارك يوم القيامة هيك بدك تقصدها ووسع لي في داري في بيتي الذي أسكنه ما في أحلى إذا الواحد بيته توسع كان ثلاث غراف صار أربع غراف صار خمس غراف وصار يعني هذا يعني يدخل السرور على قلبي ووسع لي في داري يعني في قبري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المقبرة ماذا يكون ماذا كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون نحن إن شاء الله بكم لاحقون فتوسيع كمان ووسع له في قبره مدى بصري ووسع لي في داري المقصود فيها كمان في الجنة لهم دار المقامة عند ربهم دار يا دار عدة دور إن شاء الله إذن نحفظ هذا الحديث اللهم اغثر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي والرزق ليس فقط المال الرزق المرأة الصالحة الولد الصالح الجار الصالح الرزق العافية والرزق المال اللهم اغثر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي يعني أضعف الإيمان وقتك تسمع شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله أو قاله بدك تساوي ولو مرة واحدة في العمر أما ما تساوي بنوب لا هل لذلك مطلوب من كون بعد الوضوء حافظينا نحن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله والله ما اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حافظينا من أولى إن شاء الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي هشاء أما هك قليل مننا من يحفظوه اللهم أول واحد المغفرة اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وأنت عم تقول في داري بتقصد فيها كل الدور دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة إن شاء الله وسع لك ياهون وبارك لي في رزقي فبعد ما قال له قال له هل تركنا من شيء يا من شيء من الخير لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أحب بشركم بحديث ثاني عند الإمام مسلم قال من تطهر في بيته الآن كلها نتوضينا في بيوتنا ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله صلينا الصبح إن شاء الله وذكرنا الله وجلسنا كانت خطوتاه اللي مشيت فيهم إحداهما تحط خطيئتان والأخرى ترفع درجتان هل تيش الله مفضل علينا كل خطوة اللي مشيت فيهم بالجامع إلا للجامع وحدة يغفر الله لك بها خطيئة خطيئة يعني ذنب عظيم والأخرى ترفع لك بها درجة من ذلك كانوا رضوان الله عليهم يستكسروا من الخطا إذا واحد بيته مثلا هنا يروح مثلا طريق أبعد مشان هالخطوات هاي كل واحدة بتروح خطيئة والثانية ترفع درجة فيمنهم كان يقصر بين الخطوات عوض ما يفشخ يساوي خطوة أصير مشان يكتروا عرفتوا عليه إذن هذا طبعا بدأ بالوضوء وفضل الوضوء والوضوء من العبادات الشعائرية لكن سيذكر فضاء العبادات تعاملية يعني بينك وبين الناس نذكرها إن شاء الله إن أحيان الله في دروس قادمة والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا وإلى روحي الشيخ الضياء المقدسي ديسي